هلو كما أنتم عملون ماذا؟ كل سنة وانتوا طيبين بالنسبة العيد اليوم سنقوم بكثير عن كارير روب ماب وماذا يقدر ان ابدأ الكارير بتاعي وطور منه سنقوم بكثير عن كارير روب مباشرة وماذا يقدر انتم تشوفوها في أي وقت على يوتيوب شانل Startup Grind YouTube أعرفكم بنفسي أنا أحمد واقل ويكون معايا النهاردة ويكون معايا النهاردة دكتور سوهل باكلاوي دكتور سوهل ازايك؟ لا أعرفكم الحمد الله كل بختمام الحمد الله بس أبل مبدأ أريد أن أخبركم كيف أعرف مستقبل ماذا يحدث عن ما يحدث وأن تتبقى معنا كما سنقوم بمستقبل وأن تتبقى مستقبل كم سنقوم باكلاوي ومعايا أن أتبقى معكم على هذه المتحدة وإن شاء الله كما سنقوم بمستقبل باكلاوي شكرا لكتور سوهل سوف نبدأ بس أعرف شخص وعرف أكثر بزنسية تبتعني؟ أعرف أعرف سوهل من ربما a work with your professional background. I graduated from pharmacy bachelor A traditional business path of managing the family business The only option to effectively manage the business was to take masters. I took masters in business strategy a strategy and strategic alliances from Cardiff in affiliation Mali Arab Academy. وبعده كده أحضرت a retreat فالفين و ستوشق about Arab woman leaders which sparked the idea of business eight a the go to platform for women in business الفين و سبات و شركة كانت ترجمة العام 2018 كانت launch بتاع بزيزين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أجلونا بلدارات لبقائمات الناسية والإنجابات الأجهزاء في 2022، نحن معنا الـ Capacity نحن نتكلم للـ B2B وبناء علي We are doing with you this account نحن نعمل بس منشتغل four women focused نحن نتكلم عن الـ B2B لتنكلم عن نتكلم نتكلم على الـ B2B مع الـ Universities ومع المستهدفات الأجهزاء والـ Women's initiatives مع الـ Enablers لنجح الـ Social Entrepreneurship و الأخيراً، فإن الانتظار الانتظار و الانتظار على عملية الانتظار في المتحدة والمتحدة هذا هو بيزنسية ممتاز جيدة دكتور صوها أمراك أن الناس ستقدر ناياً استفادة النهاردة من السيشن و خليني كده أبدأ بحاجة مهمة جداً دلوقتي إحنا معظم الناس وهي بتبقى دخل الجامعة بتكون تايها مش عارفة هي عايزة إيه بالظبط و ده كلنا مرينا بهي عايزة ستوننتي فإزاي يعرف أنا محتاجة أعمل إيه في الجامعة؟ إزاي يعرف الفاشن بتاعي؟ طيب، خلينا الأول نفرق أن إزاي أعرف الفاشن بتاعي ده إيه لو أنت لحد بسنة الجامعة لسه ما عرفتوش بناخد أسئلة أو بنعمل نوع من أنواع التاس أو الأساسمنت عشان نحاول نكتشفها بحاجة إذن أننا حتى بالأساسمنت دي نحن لا ندخل ندخل الناس بعض الناس بتاعرف الفاشن بتاعي حد بدري و دي بيتقال عليها الأرلي بلومرز و دول ما نقدرش نقول إنهم ما بيبقوا أحسن في البزنس بس و دولوا عارفين طريقهم بدري و الرود ماب بتاعتهم بدري للناس اللي لسه مش عارفة مش عيد فيك أو فيك هيا بتبقى بس الدنيا لسه متفاضحة معاك إنت لسه ما اكتشفتش المسل ماس بتاعك عامل إزاي؟ فبناء عليه مش قادر تحدد ده رقم واحد، ده رقم اتنين إن في ناس كتير بتلغبط الهوبيز والإنترس بالباشن و دول حدين مختلفين جداً الهوبيز هي الهوية اللي بنعملها في وقت الفراغ الباشن ها هو الحاجة اللي بنعملها حتى وإحنا تعبارين بنعملها حتى في الأجازات بنعملها حتى لو تقلينا مش هناخد فلوس عليها و أهميته إن ده رقم الهوبيز و دول عشر سينة 14 سنة لأقواد أقواد أقواد أقواد. لو أحنا لحد قبل الجامعة ما اكتشفنهوش يبقى أنا الغرفة فترة السنوية عامة أو بعد الجامعة أسواري بعد السنوية عامة أو بعد الأجازة من المكانات إن إحنا ندخل في السنوية ندخل في summer camps نعمل الاساسمت دي عشان نعرف نقيم عليها ايه الميجر اللي ندخله في الجامعة ولو لسه الدنيا مش واضحة او لو ما لقيتش الحاجة دي اخذ online accounts بس تحت اي حال من الاحوال يريد ما ندخلش الجامعة لمجرد ان هي الجامعة النكحة او الجامعة اللي طلعة موضة او الجامعة اللي الناس بتجري عليها او كذا او كذا او كذا عشان هي مش بنجاح الاندستري هي بنجاح حبي في حاجة او في المجال او اللي بنجاحي اوكي نايس بوينت طب انا دولات عرفت الباشرون بتاعي وعرفت انا عايز ايه امت بعتليدي اشتغل او ازاي بدأ الكريب بتاعي بدري وانس ان انا عرفت الباشرون بتاعي مالشي انا ما سمعتش الصدق اطع ممكن ديقرر سؤالتيني اوكي دلوقتي انا كستيرنت عرفت الباشرون بتاعي عرفت انا محتاج ايه فوين شو طيب اي ستارت ووركين بقى او ازاي بدأ الكريب بتاعي بدري طيب ابتالما انا عرفت ماي باشرون هم اربع مين ستابس بيتقال عليهم دي بينا بقى اول حاجة ان احنا اتشفنا ده باشرون وتأكدنا ده باشرون وهنا خلينا نتظر ان الباشرون بيبقى الواحد بيبقى عنده حوالي 12 ل 15 باشرون على مدار حياتي من 3 و 5 ل 5 اللي بينوروا في نفس الوقت وبينوروا حسب طقتي حسب حالتي الاجتماعية وحالة بناغي عاملة ايه واولوياتي ايه في الحياة واتجاهي ترايحة فيك وانت ان انا رسيت على الكلام ده انا معايا لباشرون بديلوا الاكاديميا او بدور على الاكاديميا بتاعتها وهنا اهمية الماجرز بتاع الجامعة بطبعي بحب الكمنيكيشن بطبعي بحب الماركتين زي بقى اكثر في القادم عليها عشان دي ليها الفوكس بداعي لو انا بطبعي بحب التكناليضي وبحب اشوف ايه اللي بتعمل الجديد والايه اللي بتلعب هنا وايه اللي ما بتلعب هنا انا من بدري ادخل حاجة تك انابل لو انا بحب اكريتيس عايز بحب ااناليز يبقى انا ادخل بزنس انتراماتكس او ادخل حاجة بكتب في ادخل حاجة بكتب في فالأكاديميا هي المرحلة ثمانية والأكاديميا هنا بيحصل بقى الصدمة الحضرية ان انا بخلطي صدمة الحضرية انا حضر دواء لا والأكاديميا هنا المقصود منها ان هي بتساعد ان انت تفهم الشغف ده اما جاء تبقه في الحياة العملية ايه ايه المحوظ منه بتتلاعب ازاي والديناميكس والإنديسترامات وكذا اخدت الأكاديميا بتاعته بعد كده ببدأ احدد انا هاخد البروفيشنال اكبرينس بتاعي والبروفيشنال اكبرينس بتاعي انا عندي اتجاهين ممكن العب فيهم العب التجاه اللي هو بتقال عليه اللاترال اللي هو انا ناوي ابقى بزنس اونر انا ناوي افتح اشتركتي انا ناوي ابقى جانرال مانجر انا ناوي ابقى كذا فبنلعب على different bullet points للغارية مثلا انا وبشتغل في الماركتين فأنا هتعلم الماركتين بس عاوز اتعلم ازاي ادير الماركتير عاوز اتعلم ازاي احط بتاع الماركتين عاوز اتعلم ازاي اعرف اجيب اعاوز اتعلم الوصول من جوة تعمل اي ده بيتقال عليه لا الحطة تانية اللي هو الهوريزونتل والهوريزونتل هنا نحن بدخل في الجوب فأنا لو ماركتين يبقى انا بتعلم الاول اوبرال ماركتين يعني ماركتين وبعد كده بدخل اهمية الكمميونيكيشن ستراتيجي اي وبعدين بدخل اكتر اهمية وبعدين بدخل اكتر اكتر لحد ما بقى حاجة بتقال عليها كوميونيكيشن ستراتيجي فده انا بتحرك in depth في الاريا الديركشن بتاع الاسبيشيلايزيشن في الاريا دي بيخلينا ان احنا ناخد مرتبات عالية بس امبلوير امبلويي ات دا ات دا ات دا دا لكن اللات بيخلينا احنا اللي هنبقى الامبلوير ات دا ات دا وليه مهمة بقى اعرف الاتجاهات هنا بلعب فيها ايه عشان احنا معامل ان انا ابقى انا هاخد الخبرة ايه وفين عشان بعد الخمس سنين بتبدأ بيتبصلك من الامبلوير ان انت واحد مطلوب تبقى بدلت خلاص او خلصت بتاع وخلصت الجونيور years بتاعتك ولو انت لسه بتاع الجونيور بعد الخمس سنين بيبدأ يتعمل عليه او يبدأ يبقى عليه concern طب هو دا كله بيلعب ليه فعشان كده بنقول بنحط مع بعض الprofessional roadmap من 3 لخمس سنين عشان اعرف انا هطلع lateral ولا horizontal وبعد كده بدور على الopportunity اللي تخليني تعليني الroad map دي وتقبر فيها وتخليني اشوكيس وتست my character وتعلمني الحاجات الجديدة وتديني مساحة hands-on experience etc 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 عشان نcapitalize على passion ونmake an accurate career ده كده career ربنا international can my stories احنا قلنا four steps مفروض ناخدها كم يريكاب four steps سريع مبارده تاني طيب اول اعرف passion ثاني حاجة اخذ الانتيني لل passion بتاعي ثالي اhighlight professional experience اللي انا محتاجه وادور عليه بالطريق الصح رابع حاجة اcapitalize على passion بتاعي عشان يبقى معايا كارير قوي within five to seven years definitely agree على ال point دي طب في حاجة داني عايز اخش عليها الا هو soft skills soft skills اللي بكون معايا عشان اقدر اكمبيت في الماركت ايه soft skills هل soft skills مهمة ولا technical skills هي اللي بكون اهم او technical skills ممكن هي اللي تخليني ان انا اوصل لحاجة عموما في الكريم بتاعة اخضر طيب very great question عشان احنا منتسئلي الكلام ده كتير ان انا ممكن يبقى معايا technical skills بس انا لما بلاقيش الجاب او انا معايا technical skills بس انا لما ترقتش لما تبرتش خلينا هنا نحيلا ان soft skills هي الكور technical skills لأي امبلوير محترم اي امبلوير innovative لازم يبقى عارف ان كارابر اللي هو بي hire نقصه جزء من technical skills وده الroom for improvement وده الroom for education للطرفين للامبلوير والامبلوير مش بقول ان احنا technical skills مش مهمة لا بس technical skills بنبنق ندور عليها بعد 3-5 years بس لو مش مسنودة ب soft skills قوية احنا منضيع وقت خالص خالص وده اللي ربنا يعافينا من خلينا نشوف ناس بق لها 20 سنة في الشغولانة وما كبرتش او بيمشوها او بيعملون لهم lay off او 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 soft skills من كتر اهميتها خصوصا بعد الفانديمك وفي digital transformation بقى اسمها basic life skills معدتش اسمها soft skills من كتر ما هي مهمة في basic day to day life فده البرق وده الاهمية خلينا برضو دي point مهمة جدا soft skills ولازم طرعا كل الناس يكون عارفتها في حاجة دايما بتواجهنا وبتواجه معظم الناس ان انا دخلت النهاردة كلية مش عجباني او ما حسيتش ان ده خلوق ده الكريم بتاعي او ايضا ايضا دخلتي صيدالة وبعد كده شفت الحتة بتاعة البزنس فازاي انا كستيودينت دخلت كلية مش عجباني مفهود اعمل ايه او دخلت ميجور غازب عني بسبب التعدي what to do هنا هيبقى فيها حقين انا لو عارف البداية من الاول يبقى خلاص انا في مجال الجمع بتاعتي بس باخد بقى كورسز باخد انترنشيب باخد فولونتير شبس او البداية عشان احاول اميك اپ لحطة ان انا بترس حاجة مش الفاشن بداية وهنا بنشوف مثال كتير ناس بتبقى في السبورت اندستري كترينر ككذا ككذا وهم خريق حقوق خريق تجارة خريق خريق فده لو انا عارف الفاشن بداية اكابتالايز من الوقت على الاثرسورس بنبدأ بالاكديميا وبعد كده لو انا مش عارف الفاشن بداية وداخل المجال لمجرد ان انا خلاص هو ده اللي انا تحطيت فيه انا مقتنع ان هنا بيبقى فيه قوة الهية ما خليك تدخل هنا بتحاول تشوف في الكلية دي اللي انت تقدر تتلاعز عليه وتلعب به بتحاول تفهم اكتر على الديناميكس ممكن انت كنت مقفل من الكلية عشان كنت باخد شكرة معينة عمنا ممكن عشان طابق معين مادة معينة انا دخلت سيدالة عشان بحبها وعشان انا كنت بنزل اشتغل من وانا 14 سنة بس ما كنت بحب الكامستري اما دخلت سيدالة ربنا حاطيني مع دكتور حبيبني في الكامستري بطريقة وخلتني بلعب بها كده اخدت امينولوجي امينولوجي علم المناعة حبتها اكتر بس عشان امينولوجي انا كنت من الحاجات اللي نوية ادخلها بس الدكتور كان واضح معي قال لي لو عاوز تنجحي في الكارير ده عملي حسابك تعيشي في المانيا الكارير ده لسه مطلعشة في مصر انا عشان كان بتقول لي ان انا عوزة في مصر فانا سبت الامينولوجي بس وان اخدت انا كنت بحبها واكتشفت ان هي مش هلعب لعبة الناس انا ليا ناس معايا شغالة معايا وانا شغالها كانت دخلت مجال تجارة وهي الناس كلها قالت لها تجارة ومش تجارة ودي اللي بيطلع بيطغل منها كل حاجة وهي اخدت الميجور بتاحها فاينانس وبعدين اكتشفت ان هي ما اخدت الفاينانس بتحب الفاينانس هي ما بتحبش الاكاونتنج بس ما عرفت ان الاكاونتنج جزء من الامبرالة لفاية الفاينانس هي الوقت احبت وعاوزة تلعب لعبة الفاينانس فلو انا داخل كلية مش بحبها اكتشف الاول الارياز اللي فيها ممكن يبقى في قوة اللي هي دخلتني الجامعة دي عشان ليها مستقبل او انا في حاجة انا بحبها لسه متكشفتها ش فيها لو انا لسه ما بحبش الجامعة دي يبقى لازم ابقى دخل لازم ابقى دخل عشان الجامعة مش مريحاني وانا لسه تعيح وهتخرج خلال خلال وما ينفعش ابقى متخرج لسه بدور على اقل ابدأ اشوف ممكن بقى ودي شفناها كتير مثلا وابقى 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 ترانسليتر وابقى لعبة لعبة الكوردينيتر عشان تشوف هي بتحب ايه ونبدأ نلعب عليه عشان احنا باري سون هيبقى مطلوب مننا امشي في كرير معينة اعرف على اقل انا عايز ايه انت اصغير اوكي طب دلوقتي انا فهمت انا عايز ايه دخلت انترنتشب عرفت خلاص الكريف بتاعي بعدما كنت تاعي في الكلية ازاي لاي مور info على الكريف بتاعي وانس ان انا خلاص دخلت انترنتشب وانا افهمت الدنيا طيب وانس ان انا دخلت وانا افهمت الدنيا على my career هو مهم ايه او انا بدور على ايه او انا اعاوز العب لعبة ايه بدور على info بيبقى الوقتي السوشيال ميديا مساعدانا في الاريا دي انت لو دورت على force فوكس مثلا في marketing على لانت ان على فيسبوك اوطماتك الالجوريتم هيبدأ يعملك suggestion على الموضوع ده تمام تاني حاجة از ان انا لو ملتش في الاري الالجوريتم ما جاب ليش الحاجات اللي انا بدور عليها في انتيتي زي umdp ودي انتيتي بتدور على الفوكس بتاع انت عاوز ايه فمسلا بتقولهم انا عاوز ابقى grand strategist انا مثلا عاوز ابقى كورير مثلا اللي هو بيتقال عليه luxury brand كذا 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 فمكاتب زي undp وفي اتنين كمان انا مش فكر اسمهم من الوقتي بياخدوا الbatشرير دقلي بتاعك وبيدورو لك على scholarship و اكاديميا في يوروب او في الستيت بتسرب او بتكاب الاريا دي وزق منها بيبقى online انت بتحدد مع المسؤول بتاع undp هل انا محتاجه online بس ولا سافر ولا الconديشن بتاعتي ايه وهما بيمشوا معاك بانك تعمل حاجة اسمها personal letter اللي هو letter of intent او motivational letter بتاعك وبيمشوا معاك انه هما يكملوا الفايل وبيقدمو لك و it's totally for free عشان هما بياخدوا commission من الجامعة فانت for you it's totally for free this is what i'd recommend لو انت بقى عاوز ان انت تكريب على حاجة futuristic لسه الناس ما اشتغلت فيها زي مثلا AI زي مثلا data analysis زي مثلا big data الحاجات دي بقى بقى for a year two free maximum وبترجع خلاص انت full power academia متحرقش تاني اكاديميا في الحطة دي الا لو just update بيتقال عليها hit and run updates عشان اكاديميا بالمعنج احنا ممكن نقول ان حاجة زي UNDP دي حاجة زي career coaching او mentorship ولا دي حاجة ممكن تكون مختلفة لا ممكن ندفع عليهم حاجة زي كده لا هو career coaching او mentorship دي مرخلة developed بعد ما منخلص roadmap او احنا through roadmap عاوزين نأكسل فمثلا انا هو mentor مع كذا حد بس انا بحتاج mentor معي في areas معينة زي مثلا tech saadi I'm not a tech person فأنا هيجي في tech وانا بان board او وحنا بندجيطيز حاجة بيزنس انا كان معي tech mentor بي guide me through that فالmentoring والcoaching لازم تبقى agile and flexible مش advanced بس تبقى agile انت تطلبو when it's needed بس UNDP بتبقى زي student application center او زي affairs او seminars اللي بتتعمل في المدرسة it's more of matchmaking لكن انا مش بساعدك في الكرير coaching خالص مش بساعدك في الكرير road map بتاعتك خالص انا بيجي اقول لك online تعاوز ايه اه اه في جامعة دي في جامعة تانية بتعمل واحد اثنين ثلاثة في جامعة تانية بتعمل اثنين ثلاثة بس وخطو اوكي nice point اوكي طب ازاي دلوقتي كاستودينت او كشخص خلاص عارف الكريير بتاع واخذ الستيبس كلها how can i make myself stand out او ازاي انا اكمبيت في الماركت او ابراند نفسي قدام الناس قدام الشركات عمو طيب ده خلينا نرجع لحتة ال soft skills عشان دي مهمة جدا ال calibres او ال employer اي حد innovative او اي حد بيت دي كارير في مستقبل ما عندنا rule number one او rule of thumb دور على personality and give it the skills first of all to stand out انا محتاجة يبقى معي basic skills basic skills دي بتقول ايه بتقول good communication skills good presentation skills وللأسف احنا في مصر مش احسن حاجة عندنا presentation ممكن communication بس presentation عندنا في نقطة ضعفة رهيبة لازم ابقى strategist او ابقى بيتقال عليه agile او flexible مش short about strategist بس بس agile لازم ابقى عارف ايه وده في ناس بتهزر عليه بس it's crucial لازم ابقى عيوبي ايه مميزاتي ايه عشان وانا بقدم بقول انا على self-awareness انا هكابتاليز على مميزاتي وبشتغل على عيوبي لازم ابقى معي negotiation skills لازم ابقى معي self-learning skills لازم ابقى طبعا digital digitally enabled عارف ازاي اتب انا professional writing عارف ازاي communicate كذا كذا لازم يبقى في حاج اسمها professional ethics و lastly ودي الناس كان بتقول عليها ده كان زمان فوكس بس ع sales بس بالوقتي بقى overall لازم يبقى معي نوع من انواع selling skills selling skills is a mix between communication understanding learning understanding myself strategy and push stage فده يتقال عليه كله selling skill you don't need to sell something بس انت محبت تبقى معاك هتكون هتساعدك لان تعرف تقول صل للدين او تعرف تقول لل vision اللي انت عاوز هتعرف تكون عني فدول basic skills واول حاجة لازم اي انتوير بدور على basic skills ثاني حاجة killer resume format وده نشوف مهازل مهازل و this is why احنا في work readiness program مع universities this is why احنا فلو بزنس عملا just to grasp ال guidelines تالت حاجة interview skills ودي للاسف نخيش enough focus بتعمل training عليها again we're trying to deliver it مع universities ونحاول انحنا حتى نحطها على social media as guidelines فدول ال three main criteria خليني انهلك in Greek to stand out انت معاك CV بتاعك has a 30 second window ان انا ك اقص عليه اقول اه ده جد calabre ولا لا فالرسمي stands out first بعد كده بعد الرسمي معايا three minutes اقص الرسمي فلو ما لقيتش حاجة في الرسمي بت اتراك مي انا هرمي الرسمي فانا معايا 30 seconds لازم يبقى catchy ولازم يبقى واحدكين ثلاثة بصيد في لقيت value تاني حاجة الانترو تمام تاني حاجة الانترو تقيلي في الانترو في ازاي الprocess مبين الرسمي screened وما بين الانترو انت تصار في ازاي الراقب بتاع الانترو تصار في ازاي it's mostly about the personality rather than the spirit okay nice point once in a while خلاص خلت الراقب بتاع الكارير بتاعي وانا دلوقتي خلاص بقيت expert في الراقب خلصت لكل ابدأ من اعمل ايه طيب ما يفعش ابدأ expert في الكارير وقال ابتدي من اعمل ايه خليني اريفريز البداية بطريقة احسن ان انا خلاص عملت الراقب وماشي عليها امتى اعرف ان انا stay in the job عشان لسه محتاج اتعلم منه كمان بما يالاين مع الكارير رودماء بتاعتي وامتى امشي من جوب عشان هو خلاص ما عادش بيفيدني في الكارير رودماء بتاعي I think this is what you needed ان انت كنت يعني تحيلي صحي كده ولا انت كنت عاوز تقول different meaning عشان اتأكد بس ان انا بدي الواليو لانت عوز اوكي انا قصدي ان انا خلاص ماشي على الروبماء بتاعي وماشي في الطريق شفت الpassion بتاعي عرفت الكارير بتاعي انا خلاص عايز افل الماركتين كارير وانا خدت اخدت نزلت اكتر من مرة خدت experience وexposure للماركت كل ده انا في الكليا طب انا خلاص الكلية what to apply for مفهول عمد اي طب او ايه اللي انا اخدها وانس ان انا خلاص الكلية فاهم تأك ده هنا بنلعب حوالين اربعة مائن اول حاجة what now do i have the skills needed soft skills بقى the basic skills اللي بتالاين مع الكري رودماء اللي انا بحطه فهنا do i know what type of skills i'm missing that i need to capitalize on do i know what type of personality i am هل انا عوزة بقى leader هل انا بحب بقى executor هل انا بحب بقى ومالتي task at the same time هل انا بحب بقى idea generator etc etc فا اول حاجة اللي هو بنقول عليه اللost syndrome واللost syndrome هنا بنطلع lost are you lost skills ولا personality انا عارف اللي skills وبنcapitalize عليها وعارف what type of personality i am طيب am i lost في region location طيب انا عوزة اشتغل في مصر ولا عوزة اشتغل في يوروب ولا عوزة اشتغل في gcc ولا عوزة اشتغل اشتغل estates لذا يحدد different type of methodology different type of location رقم ثلاثة رقم ثلاثة انا طيب marketing هل اشتغل marketing في car industry automotive industry اقبور مثلا بي ام كذا كذا ولا اشتغل marketing في marketing agency ولا اشتغل marketing food and beverage ودا هنا كل واحد هي align ان انت عوز اتعلم اي من دا بيتقال عليه same industry different location دي حاجة الاخيرة اللي احنا بنقول اللي بتاكل في loss syndrome هل انا عاوز اشتغل marketing عادي في digital marketing ولا انا عاوز من the marketing فأنا عاوز اشتغل marketing ما من كل واحد اللي لها it's own criteria ولها it's own path بس المهم بالنسبالي ان انا عارف اجهات ف all the loss syndrome انا لو عقلان هنا يبقى اول حاجة احد personality and skill فأنا معايا البصلة الاول نية اللي بتقول ان انا هاخد الhighway ده بعد كده البصلة التانية في الhighway ده في region A في region الحتة الفلانية اللي بعدي ها في region D انا عاوز اي انا على الاريا دي ولا different industries بس نفس الفوكس ولا اي ولا اي according to my career انا الاترال ولا horizontal وبعد كده هل انا عاوز ابقى early adopter risk maker game changer ولا انا معمديش الوقت ولا capacity ولا personality ان انا العبها ريسكي قوي كده خليني تسمع except for safe side فدول الاربع compasses اللي احنا منش عليها when we are lost lost ok can me sum a point by saying i match the qualification the requirements لا ما قدرش اقول عليها كده اقول اماتش ال where i'm standing the where i want to go ok انا هنا الوقتي فانا هنا الوقتي مش عارف اين مرحلة الجاية طيب هي first assessment second assessment third assessment fourth assessment طيب of assessments لكن it's not a much make ok nice point يا دكتور طب دلوتي انا خلاص انا اشتغلت لأيد الكرير بتاعي اشتغلت في شركة فانا دلوتي زي عارف ان انا الورج 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 اللي انا فيها دي كويسة ولا انا يعني وانا شغال مش بستفاد او انا الورج اللي انا فيها دي وانا عارف وبتستهلكني فزي عارف ان انا ماشي وانا باشتغلت انا ماشي في الطريق الصحيح او طيب اي job بتخرج من عنده وانت ما عندكش energy ان انت تعمل اي حاجة تانية في حياتك از ان انا هل في job رقم واحد ليه بقى انتو بتبقوا لسه متخرجين بقير full of energy فشايفين ان ام full of energy فانا قدر احلق 12 ساعة في يعني اشتغل 10 ساعات والهم بساعة روح بتعلم الحكرة كلها ان it's not الحرق يعني it's not the power of burning it's the quality of burning بمعنى ان لو job بتاع كتين بيحرق too much energy you don't have you can't do anything else it's a bad job a bad environment الا لو turbulence يعني لو مرحلة بيقول لك عليها معلش تحملني اسبوعين معلش تحملني شهر لكن it's not the day to day الحكرة الثانية is ان انا الاجبا مش بتضيك chance ان ان عندك ال ability ان تقول انا غلط ف احل الغلط دي ازاي لو ها بي كريتوسائز بي 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 بيعمل كذا كذا خصوصا في first body probation او بتقال علي first three to six month after beginning يبقى تحمل لو مش بي ديك chance ان 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 تحط value بتاعك وتقول ان طب انا رأيي كذا طب انا بقترح كذا ومش بس تحط value ده انت كمان تتست your value في الارية دي وتلعب around it بنقول experimentally it's not the best job to grow ممكن فاول سنة تبقى شعار فاقية ما تتحش experiment بس ما تقصد فيها أكثر من سنة سنتين بس رابع حاجة is leadership لو انت قاعد environment في too much drama فيها ناس بتوعد وتخلق فيها ناس this is all indicating bad environment usually they compensate انها bad environment but no bit good salaries please stop out اي ان كان ال salary بلاك عملي please stop great couldn't agree more on that what's your advice for students advice for students is too blunt what are you looking for for the students and i wrap it up for you but let me don't want anything that you want to do with me okay what are you looking for uh for students what are you looking for for students and can I talk like that I can't let me reference it better let me say when I feel like the student is hurting the students like good fabric ايه رأيك؟ هل ده هيدلبر نفس الوالو لانت بدور عالي؟ ممكن، يس يس ممكن يدلبر امتا بشوف good students او امتا بيصعب لها بحس لا متعملش في نفسك وكده ان students who are not aware ان هما عندهم basic skills دي ولا لا ده رقم واحد رقم اتنين اما بيجيلي student بيقول لي لا اصلا انا كنت عاوز اركز في حاجة واحدة بس فانا واقفت كل حاجتاني فانا واقفت كل حاجتاني دي ممكن ان انا واقفت واقفت socializing واقفت student activity واقفت الجنيا عمرها محكيش one pillar معلم بدري ان انت تلعب الوافة بتاعتين ثلاثة من خلال فالده تاني حاجة تالت حاجة اصلا انا نفسي بابا وماما يبقوا مقصديني اصلا ده خلق المجال عشانهم أصلا خدا They love you بس هم الحم ان هم شوتر ومقصود ماش ناجح عشان هم رابع حاجة is when they give up too soon the rejection is the methodology of life it's not you it's usually someone else and if you got rejected over and over and over again probably it's you work up on something lastly is people who are not not everyone is a risk but the people are risk avert no ambition let's do it they say it's a good thing 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 life is not this safe the earlier you adapt the earlier you learn the faster you're able to grow the better jobs you'll get the more you stand out for employers so this is what I'm saying no it's a good thing it's a good thing it's a good thing it's a good thing definitely agree on the point D ok in this session we want to see if anyone has any question he can write it on the chat box I guess we did a good job you tackled everything ok I guess so thank you Dr. Soha Dr. Soha you can share with us question form question form you can find the link on the chat box and there is a promo code 15% discount from Business Seta on the work fitness tool made by Align Morg thank you again Dr. Soha thank you for all the attendees that were with us today and I hope that the event is recorded and we will post it soon on the YouTube channel Startup Grind and if you want to follow us and see the events coming you can follow us on Facebook Instagram LinkedIn Startup Grind New Cairo bye bye and see you in the next events I did not I did not one minute I just saw the passion question link to post it okay sure one minute when technology works against you at the same time even though I was proud for that I think I thought it just I think I I hope only today was helpful enough for all of you guys please invest in yourself more it's totally worth it again it's pride and joy it's pride and joy it's pride and joy thank you so much and thank you feel free to share it on the caption of the video once it's uploaded on YouTube sure we'll be sending you a promo code in the meantime if any person will send out the promo code free to contact us via Business Sita social media links and inshallah we'll take it from there well thank you thank you thank you thank you thank you bye bye